ببداية جولتنا المنوعة رح خبركم عن فعاليات معرض الشارق الدولي للكتاب بدور طول 42 يلي بيحمل شعار نتحدث كتباً بتناول هالمعرض العمل على الثقافة كجامع إنساني بين الشعوب والتنافسية البناءة بالمشاريع الثقافية بالمنطقة مننتقل من الشارقة لجينيف لنخبركم عن ماسة زرقاء نادرة صنفة ضمن أغلى 10 قطع فبيعة بلورويل المثالية مقابل 44 مليون دولار تقريباً خلال مزاد نظميتو داري كريستيز بجينيف خبرنا الأخير رح نحكي فيه عن القطار العائم فوق المياه والمناظر الخلابة بتايلاند هالقطار رسم لوحات مبدعة من واحد طبيعة فعن توقف العربات على جسر ضيق بتصل على مسطح مائي وبيسمح للركاب بالتقاط صور سيلفي مع المنظر الطبيعي الخلاب هالشي يلي عمل أقبال سياحي كتير كبير للمنطقة اشتركوا في القناة